خطورة المضادات الحيوية على الانسان وخصوصا على النساء الحوامل بسم الله الرحمن الرحيم السادة والسيدات الأفاضل متابعي قناتي كل جديد حول العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابب النهاردة أكلم في موضوع في غاية الخطورة أرجو أن الكل ينتبه لي المضادات الحيوية كلنا نعرف أن أضرارها أكتر من منافعها وبيقول أحد خبراء الأمراض بأمريكا أن معرفة تناول المضادات الحيوية ومتى نرفضها يعني قد يساعد في محاربة انتشار أنواع من البكتيريا القاتلة بيقول أكتر من نصف المضادات الحيوية اللي بيصفها الأطباء للمرضى غير ضرورية أو غير ملائمة كما أن الإكثار من هذه المضادات الحيوية أسهم في خلق أنواع من البكتيريا لا تستجيب للعقاقير التي توصف لقتلها طبعا الكلام ده كلام مهم جدا وإحنا في مجتمعاتنا بنبقى عندنا مشكلة كبيرة وهي أن المضادات الحيوية دي بناخدها بكسرة يعني أو بنطعطاها بدون أي رقابة وبدون أي وصفات طبية يعني أو أن الأطباء مش بتوصف المضادات الحيوية وإحنا أصلا بنتعامل يعني بدون وعي فيها شوية كمان المضادات الحيوية للمرأة الحامل بتعمل مشكلة كبيرة جدا وخصوصا أن هي لا بد أن توصف يعني عن طريق طبيب لأن الطبيب المعالج هو الشخص الوحيد اللي لازم يصف المضاد الحيوي للسيدة الحامل طيب خطورة المضاد الحيوي على الحوامل يعني لأنها ربما تحدث تشوهات خلقية للجنين يعني استعمال أو استخدام المضاد الحيوي ربما يؤثر على الجنين بشكل مباشر ويؤثر بتشوهات في الجنين نفسه يعني في فترة الحمل بيحدث ضرر بالجنين من استخدام المضادات الحيوية وقد يصل إلى إصابة الجنين بالشلل الدماغي أو الصرع لقدر الله وطبعا الكلام ده كلام خطير جدا المفروض أن احنا ناخد حذرنا جدا جدا منه يعني كمان بيقولوا الأطباء أنه قد يصل الضرر بالجنين عند استخدام الحامل يعني أو السيدة الحامل للمضادات الحيوية بدون متابعة من الطبيب إلى حدوث تشوهات في القلب أو في الجنجمة أو حدوث تشوهات في الأطراف وطبعا ده لا يطلبه أحد بيكون يعني مشكلة كبيرة جدا يعني هنتكلم برضو عن كيفية استخدام المضادات الحيوية في فترة الرضاعة وكيفية التعامل مع المضادات الحيوية بالنسبة للأطفال في فترة الرضاعة بيعتبر البنسلين أسوأ أنواع المضادات الحيوية على الطفل أي سوء أنه يسبب له أثار جانبية بتظهر في صورة الإصابة بالإسهال أو ظهور طفح جلدي أو حساسية مش لازم نعطي الطفل لما بيكون عنده حتى شهرين مضاد حيوي لأنه ده بيأثر جدا على الأطفال بنتجنب إعطاء الأطفال مضاد حيوي من أنواع معينة بيؤدي إلى تلون الأسنان للأطفال ومش المفروض نعطي للطفل أنواع معينة من المضادات الحيوية لسن 8 سنوات ولذلك لابد من استشارة الطبيب كمان أي حلم الأحوال أعطاء المضاد الحيوي لابد أن يكون تحت استشارة الطبيب وخصوصا بالنسبة للأطفال لأنه بيضر المفاصل بالنسبة للطفل المضادات الحيوية بتسبب مضعفات بالنسبة للطفل زي الغسيان والقيق وتغير لون البول وتغير لون البراز المضادات الحيوية بتتطلب زيارة الطبيب فورا إذا أحدثت صعوبة في التنفس أو زرقان في لون الجلد يعني تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق أو بتسبب ضيق في الصدر أو ارتفاع في درجة الحرارة لابد من زيارة الطبيب فورا في هذه الحالات اللي يابد على المرأة الحامل الحذر تماما عند استخدام المضادات الحيوية ويجب عليها يعني عدم الإفراط في استخدامها وكمان الأهم من كل ده طبعا أن السيدة الحامل إذا ذهبت إلى الطبيب لازم تعرفه بالحمل علشان خاطر يعرف يصف المضاد الحيوي المناسب أو يمنعه عنها أرجو أن الفيديو يكون أفاد حضراتكم وإن شاء الله يكون لنا فيديو قادم شكرا على المشاهدة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة